بسم الله على بركة الله نبدأ يونت 1 برايم 3 للصف الثالث الابتدائي الكلام كله على المشاعر I feel happy to die How do you feel هنا دهاني بيكلم هنا هتقوله ده بيكلمه عن مشاعر كل واحد بيكلمه عن المشاعر اللي عنده هتقوله I feel excited Daddy is coming soon يعني بابا جاي النهاردة How do you feel يوسف فارد يوسف I feel thrifty I feel hot I feel thrifty It's hot I feel thrifty الجو حارة نعشطان Let's go to the kitchen to have something to eat رد على هنا و I'm hungry I feel hungry and I feel hungry يلا بينا ندخل على الجزء التاني من الوحدة الجزء التاني من الوحدة بتكلم عن حاجة طبعا كلنا بنعيشها اللي هي المشاعر feelings اول حاجة happy happy يعني سعيد excited اخد بالك ان happy بننفيها بأنهابي ونشوفها كمان شوية الحاجة دي excited e x c بتتنطق x وحرف ال x قبل كده قلته ان لو ما بيبعي في اول جملة بتنطق x او z زي زيلوفون hungry hungry يعني جوعان hungry تمام h u n hung hung ال n ما بتتنطقش ولا g نطق خفيف hungry therusty therusty والامريكان بيقولك عليها therusty 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 طبعا ما بتتنطق الثه واحنا واخدين الكلام ده بيتمرة بس دلوقتي باعت therusty 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 يعني how do you feel يعني كيفة تشعر وطبعا زي ما عدتكم ان اليو بتتحاول لاي بقت i feel في لهيات اليو بتحاول لاي بتنزل بقية الجملة i feel happy انا اشعر بالسعاد i feel therusty اشعر بالعطش how دايما بمعنى كيفة وطبعا هاو دي هعملكوا فيديو مخصوصة عنها لانها حوار كبير جدا نيجي بعد كده على living room والماما بتاعت هانا وهاني كانت قاعدة في living room زهانا منهم اخر زهق عشان هما معفنين مغرب بيت دا هاني and هانا are at home هاني وهانا قاعدين at home في البيت مش اي حاجة دوك بس بيرازو ماما وبابا مش اي حاجة in their living room living room اللي هي غرفة المعيش living room زي ما قلتوكوا قبل كده حرف الجي ما بيتنطعش في اخر الجملة في اخر الكلمة they are at taking talking to mommy كانوا بيحكوا مع الماما mommy feels unhappy شفتوا بقى لما بننفي happy بنخليها unhappy unhappy and tired tired يعني مرهق هانا and هاني can help here هانا و هاني كانوا ممكن يساعدوها they can clean the kitchen now mommy is very happy ودروقتي ماما فعلا مبسوطة جدا طبعا انا عفاكرا سايبة صوت الادان وبتكلم علشان اوسق الفيديو يبا فيه الله اكبر يلا بينا انت شايفينه قدامكو دوقتي being healthy and unhealthy في اللايف ستايل بتاعنا شوف اذا كان دي حياة صحية ودي حياة غير صحية هنبدأ دلوقتي نعمل عليهم الجمل بتاعتنا الجمل دي مش محتاج انت خالص انك تحفظها بس ياريت تقراها كتير مع بابا وماما او ياريت المامز بتاعت المامز لو حد سمعني اقراها كتير يلا بينا نشوف هنعمل ايه في lifestyle healthy او unhealthy lifestyle طبعا unhealthy هنا بنحط يو ايه نبني فيه drink water eat fruit and vegetables play sports sleep for 8 hours everyday walk to school walk to school يعني يمشي المدرس don't go buy car don't go buy car go outside go outside exercise exercise deal healthy unhealthy watch television watch television eat chocolate cake eat chocolate cake drink cola drink cola play video games play video games play board games play board games sleep for 8 hours sorry four hours every night يعني طبعا انا هم ترجملكو تحت فانتا شايف الترجمة كويس زي ما انتا شايفني كده بصوت قصدي زي ما انت شايف الكلمات اللي بالعب يلا بينا على الجزء التالت من unit unit انا على فكرة عايز اسجل غيظي من المنهج الضخم ده طبعا هنا هنبدأ في ضبل اي واللي ممكن تستعيد عنها باي الاي دوت بيتنطق ضبل اي على فكرة زي feel happy sleep green meet shreen be و الاي ايه زي eat leaf clean meet و team وعندك كتير من الكلمات هناخد هناخد punctuation marks واللي هي طبعا ال capital letters اللي هي بتبقى at the beginning of the sentence او في اسماء الاشخاص اسماء الاشخاص تعال الاول نقوله اي جملة بنبدأها بنبدأها بحارف capital زي he feels tired eat healthy food to help your body ولو name of people بطبعا بتغير بتعمل نفس الكلام وطبعا اللي هو ماجد او احمد او اي حد at the end of the sentence في نهاية الجملة بتحط full stone a b sits on a leaf يعني النحلة قعدت على ورقة الشجر leaf بعد كده هندخل في القياسات وبنستخدم السنتيمتر اللي هو الولد دوها طوله one twenty seven centimeters and four millimeters tall يعني وزن طوله مية سبعة عشرين سنتي واربع ملي في الطول تقدر انت تقيس اي حاجة زميله بيقيس his thumb اللي هو الابهام بتاعه it's four centimeters and two millimeters or my thumb is four فاصلة column two centimeter تقدر انت تقيس اي حاجة باستخدام your thumb they can you